كثير من الناس يسأل ايه العلامة الواضحة جدا اللي انا اعرف من خلالها ان ربنا يتقبل مني صلاتي وصيامي وزكاتي وحدي وصدقات وان ربنا بيتقبل مني اعمال الصالح في الفيديو ده هنرد على السؤال المهم ده تابعون السلام عليكم ورحمة الله المسلم دائما وابدا وهو يعمل الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وحج الى غير ذلك من الاعمال الصالحة عينه دائما تنظر على قبول العمل هل الله سبحانه وتعالى تقبل مني هذه الاعمال الصالحة ام لا وده دائما سلوك الصالحين سلوك المؤمن الذي يريد التقرب الى الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا عن بعض الصفات المؤمنين في سورة المؤمنون قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الاية فهمت فهم خاطئ لهذه الاية فقالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا يقصد الزناه وشارب الخمر والسارقين والذين يفعلون الكبائر والموبقات هل هؤلاء الذين يقصدهم الله في الاية فصح حلاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ وقال لا يا بنت الصديق انما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويحجون الى غير ذلك من الاعمال الصالحة ولكنهم يخافون ان لا يقبل منهم اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فدائما المؤمن كل ما يشغله ليس اداء العبادة وانما هو قبول العبادة ليس فقط انه يصل الصلاة في وقتها وانما كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة وهذه كانت وصية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما قال كونوا لقبول العمل اشد من العمل يعني اهتم بالقبول اشد ما تهتم من العمل نفسه ولم تقرؤوا قول الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين وسيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه يقول لئن استيقن ان الله تقبل مني صلاة واحدة لكان احب الي من الدنيا وما فيها ألم تقرأوا قول الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المتقين ومسألة قبول الأعمال هي مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن أظهر الشرع لنا مجموعة من الوسائل أو مجموعة من الأشياء إذا وجدناها هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى تقبل هذه الأعمال بفضله ورحمته وكرمه تعالوا سريعا ننظر إلى بعض هذه الأشياء وأول علامة من علامات قبول العمل أن تحقق شروط القبول قبل ما تسأل ربنا تقبل مني ولا ما تقبلش اسأل نفسك أنا طبقت الشروط اللي تستدعي إرضاء الله سبحانه وتعالى ولا لا إيه هي الشروط دي شرطين مهمين جدا أول شرط أن يكون عملك موافقا لشرع الله يكون عملك مستند لدليل من القرآن الكريم أو من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لكتاب الله فهو رد أي مرضود غير مقبول أما الشرط الثاني أن يكون عملك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى صلاتك وصيامك وكل عباداتك تفعلها لإرضاء الله فقط لا لأجل الناس ولا لكلام الناس ولا لتحسين السمع عند الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقول الله عز وجل في كتابه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما الأعمال بالنيات فجزاء العمل وثواب العمل متوقف على نياتك عند أداء هذا العمل أما الشرط الثاني أو السبب الثاني لقبول العمل أو العلامة الثانية لقبول العمل أن تتبع الحسنة بحسنة أخرى مثلها أو أفضل وأكثر منها بمعنى إن الحسنة تأتي بحسنة وراها فإذا وجدت أن صلاتك تأتي وراها بأذكار وعبادات وطاعات فاعلم أن صلاتك مقبولة إذا وجدت صيامك يأتي وراءه بصيام وأذكار وعبادات وتلاوة قرآن وغض بصر وبعد عن المحرمات فاعلم بإذن الله أن صيامك مقبول يقول النبي صلى الله عليه وسلم للدلال على هذا الشرط أو هذه العلامة عليكم بالصدق فإن الصدق إذا قبل يهدي إلى البر وإن البر إذا قبل يهدي إلى الجنة واخد بالك من هذا الترتيب كل شيء كل طاعة تؤدي إلى طاعة أفضل منها وأعظم منها لذلك يقول العلماء رضي الله عنهم الحسنة تنادي وتقول أختي أختي يعني حسنة تأتي بحسنة وراءها والسيئة تقول أختي أختي فالعلامة الثانية من علامات قبول الأعمال أن تتبع الحسنة بحسنة بعدها أما العلامة الثالثة من علامات قبول العمل والعبادة أن تشعر بلذة العبادة أن تكون هذه العبادة هي أنسك وراحتك وطمأننتك تجد الراحة والأمان والسكينة في أداء هذه العبادات وانظر كده لقول الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله فيشعر بالطمأنينة في ذكر الله سبحانه وتعالى فأصبح الذكر بالنسبة له سبب للطمأنينة والراحة والسكينة فهذه علامة من علامات القبول أما العلامة الرابعة من علامات قبول العمل المداومة على العمل الصالح أن تداوم على صلاتك أن تداوم على صدقاتك أن تداوم على صيامك فالمداومة دليل بإذن الله سبحانه وتعالى على قبول هذا العمل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته أتقنه داوم عليه استمر عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يوصينا صلى الله عليه وسلم دائما ويقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل أما العلامة الخامسة من علامات قبول الأعمال بإذن الله ونختم بها هي ظهور آثار العبادات والطاعات والأعمال الصالحة على سلوكياتك في المجتمع أن تظهر أثر صلاتك في تغير أخلاقك ومعاملاتك وسلوكك مع الناس مع زوجتك مع أولادك مع شارعك مع جيرانك أن يظهر السلوك الطيب بعد أداء العبادة قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الحقيقية المقبولة الصلاة اللي بيؤديها الإنسان بقلبه وروحه وجسده هي دي الصلاة التي لها أثر في المجتمع تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فليراجع نفسه مرة أخرى وفي الختام لابد أن تعلم أيها الحبيب أيها المسلم الصادق أن قبول الأعمال هو بفضل من الله ورحمة وأن أعمالك كلها ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي تكون سبب في دخولك الجنة لكن لو عاملنا الله عز وجل بعدله فكل الأعمال التي نفعلها لا شيء مقابل نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه دائما لن يدخل أحدا عمله الجنة فقالوا يا رسول الله ولا أنت ولا أنت يا رسول الله الذي كان يقيم الليل ويصوم النهار ويدعو إلى الله ويقرأ القرآن وكل هذه الخيرات وهو رسول الله وأحب الخلق إلى الله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله فسددوا وقاربوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنت خذ بالأسباب وعمل ما عليك وأخلص نيتك لله واتبع أمر رسول الله وبإذن الله نجتمع مع رسول الله في الجنة اللهم آمين والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة